الكميات الحالية من مخزون مادة مسحوق الحليب تكفي حتى نهاية العام موزعة عبر عشرة مخازن رئيسية في الولايات حيث استبعد المدير العام للديوان الوطني للحليب اللجوء للاستيراد في ظل الأزمة التي تمر بها الجزائر بفعل وباء فيروس كورونا أكثر من عشر مخازن على مستوى الوطني موجودة في الشرق الغرب في الوسط موجودة في معظم وين موجودين الملبانات حتى إذا أراد تنطل ما بين الولايات ما يكونش تنطل كبير والمسحوق الحليب موجود بوفرة لغاية نهاية السنة إن شاء الله ما كانش مشكل بالنسبة للإستيراد لأن الدولة عندها ديجال المسحوق الوافر ما حدش يعني من المستحيات بجزيد أن نلاحظوا الاستيراد الخلف هذه اللي يقدر نقولها الكانيا وعد ديوان خططا جديدة لتموين الملبانات بمادة مسحوق الحليب عبر كل الولايات مستخدما منصة رقمية جديدة وعادة السوق إلى الوضع العادي لاستهلاك فقد قام الدوان بوضع منصة رقمية من خلالها يتم يسمح للملبانات بدفع قيمة الفاتورة عن بعد وكذلك فيما يخص سحب رخصة التزويد ببودرة الحليب عن بعد مرحلة ثانية رناد دركة فيما يخص إذا كان هناك نقص في حليب الأكياس بتوصيات من سيد وزير الفلاحة والتنمية الرئيفية فقد أمر باش تكون هناك ضخ كمية إضافية من بودرة الحليب لصالح الملبانات حتى يتسنى لها أن تقوم بإنتاج وفير لهذه المادة لديرها للمسحوق ولم تخرج الجزائر حتى اليوم من التبعية في استيراد مسحوق الحليب من الأسبق الدولية وفي ظل هذه الظروف الصعبة تتعالى صيحات الخبراء لإعادة رسم استراتيجية جديدة تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في هذه الشعبة